السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية في حلقة جديدة وفيديو جديد مستمرين معاكم في شرح قواعد اللغة الإنجليزية للصف الأول إعدادي الترمي التاني وزي ما وعدناكم كل فيديو هنجمع فيه كل القواعد الموجودة في واحدة من الوحدات احنا عندنا في المنهج 6 وحدات الحلقة اللي فاتت شرحنا كل قواعد الوحدة السابعة والنهاردة هنشرح كل قواعد الوحدة التامنة طبعاً قواعد الوحدة التامنة بتتكلم عن مقارنة الصفات أولاً المقارنة بين اتنين استخدم مقارنة الصفات للمقارنة بين شيئين لما نيجي نقارن بين حكتين فبنستخدم مقارنة الصفات لكن قبل ما نستخدم مقارنة الصفات لازم نعرف حاجة مهمة جداً إن الصفات عندي نوعين أنا بقسم الصفات لنوعين النوع الأول اسمها صفات قصيرة short adjectives وهي تنطق على مقطع واحد يعني بتكون مكونة فيها مقطع واحد بس ماينفعش أقسمها لمقطعين وأنا بنطقها زي ما أقول إيه high big tall old wide nice hot كل الصفات دي مكونة من مقطع واحد ماينفعش وأنا بنطقها أقسمها على مقطعين عشان كده سمتها صفات قصيرة طب الصفات القصيرة دي لما حيب باجي أقارنها لما نجي نقارن بين حكتين والصفة اللي حنقارنها بتكون قصيرة بنعمل إيه بنضيف للصفة er بعد كده than يبقى بضيف للصفة er بعد كده إيه than تبقى high تبقى إيه higher than big bigger than يعني أكبر من طول طويل تبقى taller than أطول من old تبقى older than أكبر من wide wider than أوسع من وهكذا يبقى نضيف لها er وبعد كده than لكن الصفات الطويلة إيه الصفات الطويلة الصفة الطويلة هي لما أجي نطقها بقسمها لمقاطع بتكون أكتر من مقطع مقطعين فأكثر إزاي شوفوا كده كلمة modern 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 أسمتها لإيه مقطعين وأنا بنطقها crowded crowded تقسم إلى مقطعين amazing amazing wonderful interesting فها أكتر من مقطع interesting تمام؟ يبقى هنا الصفة المكونة من أكتر من مقطع بسمها صفة طويلة طيب لما أحب أقارن بين حاجتين من حيث الصفة الصفة بتاعتهم تكون طويلة أعمل فيها إيه؟ ما ينفعش أضف لها إيه آر تمام؟ أما لنعمل إيه؟ هنحط قبل الصفة إما مور إما لس إما مور إما لس مور لو أنا عايز أقول أكثر ولس لو أنا عايز أقول أقل وبعد كده أحط الصفة وحط بعدها than يبقى مور أو لس أحط الصفة بعدها ثم than تبقى إيه؟ مثلا مودرن تبقى مور مودرن than كراودت تبقى مور كراودت than أو لس كراودت than وهكذا شوف المثال بقول إيه؟ كايرو إز مور كراودت than أصوان الكاهرة أكثر زحام من أصوان The dog is less dangerous than the lion الكلب أقل خطورة من الأسد يبقى هنا إيه؟ دي مقارنة الصفات الطويلة يبقى كتلخيص للكلام ده كله لما الصفة تكون قصيرة هضف لها ER وبعد كده than زي طول تبقى طولر than شورت تبقى شورتر than أما لو كانت الصفة طويلة فححط قبلها كلمة مور لو أنا عايز أقول أكثر من آه وبعدها than لكن لو عايز أقول أقل من أحط قبلها less وبعدها than طبعا ما ينفعش الصفة نفسها مش ما ينفعش ضف لها ER مثال حنقول إيه؟ more important than أو less dangerous than معانا تمرين بسيط كتدريب عملي على الشرح اللي لسه أيلينه عشان نختبر مدى فهمنا للدرس آآ هاطلب منكم أن تتوقفوا الفيديو آآ تجيبوا وراء وقلم حاولوا تحلوا الجمل اللي قدامكو دي آآ وبعد كده صحاحوا معايا شوفوا انتو آآ اختبروا مدى فهمكو للدرس وشوفوا انتو حلته كام واحدة صح منها آآ هنقول الإجابات بقى مونا إز مونا إز الاختيارة صح هيبقى إيه؟ كويتر ليه أنا اخترت كويتر أول واحدة؟ لأن دي بيقارن بين اتنين والصفة قصيرة يبقى لازم نختار الصفة اللي فيها ER number two ice skating is skying أو هنا برضو بيقارن بين اتنين يبقى أنا الصفة كامين اللي بيقارنها صفة قصيرة يبقى اختار اللي فيها ER وذين هتبقى number C رقم ثلاثة football is more popular handball آآ هنا في مور بيقارن بين اتنين وفي مور يبقى لازمنا بعد الصفة نحط إيه؟ ذان يبقى نختار number C number four which month is january or june آآ هنا في مقارنة بين اتنين يبقى في الحالة دي أختار إيه؟ والصفة قصيرة طبعا في طلاب حيبقى محترين بين colder و colder than الاختيار الصحي يبقى مين فيهم؟ تبقى colder الله تبلي يا مسي colder than ما تنفعش لأن colder than لازم نجيب بعدها اسم الشيء اللي احنا بنقارنه يبقى هنا الاختيار الصحي يبقى بره نمبر 5 تنس is less dangerous آآ معروف على طول هتوبقى ايه؟ than خلاص اتعودنا عليها يبقى الاختيار number D آآ رقم 6 which building is modern أنا عندي هنا مودرن صفة طويلة يبقى في الحالة دي إما يجي قارن بين اتنين هحط قبلها إما مور إما لس اللي موجود عندي مين في الاختيارات مور يبقى نختار نمبر دي بعد كده صيغة التفضيل العليا تستخدم صيغة التفضيل العليا للمقارنة بين أكثر من شيئين يعني لما ينيجي نقارن بين أكثر من حكتين ثلاثة فأقصر في الحالة دي بستخدم صيغة التفضيل العليا طيب بتتكون من إيه؟ إذا كانت الصفة قصيرة بحط قبل الصفة ذا وبعدها إي إس تي بنضيف للصفة القصيرة إي إس تي بس هحط قبلها ذا يعني لو عدي طول تبقى the tallest short تبقى the shortest نشوف مثال في المثال الأول بقول إيه he is the fastest of all هو الأطول في الكل هو أطول واحد فيهم يبقى كده بقرنه بالإيه بمجموع علي is the tallest boy in our class علي هو الأطول أو أطول ولد في الفصل يبقى أنا هنا ما بقرنش علي بواحد تاني أنا بقرنه بالفصل كله يبقى دي مقارنة دي صيغة التفضيل عليا حطينا قدام الصفة ذا وبعدها ضفنا للصفة إي 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 س تي طب لو الصفة طويلة صفة مقاونة من أكثر من مقطع نتصرف إزاي ما ينفعش برضو نضف لها إي 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 س تي لأنها طويلة هي مش نقصة نحن نزود طولها يبقى في الحالة دي نعمل إيه هنحط قبلها كلمة من الاتنين إما كلمة the most بمعنى الأكثر أو the least بمعنى الأقل وبعد كده بنحط الصفة سليمة زي ما هي وليكن عندي كلمة important فحقول إيه the most important أو the least important كلمة dangerous تبقى the most dangerous أو the least dangerous مثال صلاح is the most popular Arab footballer صلاح أشهر لاعب كرة قدم عربي أنا هنا قرأنت صلاح بين حد بين واحد تاني لا طبعا أما اللي عملت ايه أنا فضلته على الجميع يبقى دية ايه مقارنة بين واحد ومجموع عشان كده أنا حطيت قبل الصفة الطويلة اللي هي كلمة popular حطيت قبلها كلمة the most ولو عايز أقول أقل هقول ايه the least يبقى كتلخيص إذا كانت الصفة قصيرة وإحنا بنقارن بين واحد ومجموعة صغر التفضيل عليا أحط قبلها the بعدها est زي the tallest the shortest أما في المقارنة بين أكثر من اثنين إذا كانت الصفة طويلة هحط قدامها كلمة the most بمعنى الأكثر أو كلمة the least بمعنى الأقل زي المثال ده the most popular أو the least expensive وطبعا زي ما احنا عارفين دايما إن كل قاعدة ولها استثنائات عندنا في المقارنة في استثنائات عندنا ثلاث صفات good bad far good معناها جيد bad سيء far بعيد التلاتة دول لما نيج نقارن بين اثنين ما ينفعش نضف لهم er ما اللي بنعمل فيهم ايه بنحولهم لكلمات تانية خالص ودي لازم نحفظها good بتبقى better than أفضل من bad بتبقى worse than أسوأ من far معناها بعيد لما نيج نقارنها بتبقى further than أبعد من يبقى دي في المقارنة بين اتنين لكن في صغة التفضيل العليا اللي هي المقارنة بين واحد ومجموعة أو بين أكثر من اثنين بنعمل ايه الثلاث صفات برضو good بتتحول لكلمة تانية خالص اللي هي the best معناها الأفضل و bad بتبقى the worst معناها الأسوأ for بتبقى the farthest معناها الأبعد يبقى لازم نحفظ الثلاث صفات دول بالتحولات بتاعتهم بين اثنين وبين واحد ومجموعة نشوف مع بعض تمرين بسيط كتطبيق عملي على الدرس نختبر في مدى فهمنا ياريت توقف الفيديو حل التمرين لوحدك وارجع راجع معي الإجابات تام number one who is a person in your family يا ترى هنا أنا بقارن شخصين ببعض والذي في مقارنة بين واحد ومجموعة كلها العيلة كلها أيوة دي بقارن بالعيلة كلها إذن هنا دي صغة تفضيل علي يبقى الاختير الصح مين واحد يقول المحتر بين tallest و the tallest هنا ما تنفعش tallest حنتضر ناخد the tallest تاب ليه علشان احنا قلنا بنحط قدام الصفة the وبعدها est number two in my opinion my mom is cook in the world هنا بقارن مامتو بالعالم كله يبقى هنا ياخد لها the best الصفة دي اللي كان أصلها good ولما نجي نقارن بين أكثر من اثنين بنعمل فيها ايه؟ بنحولها إلى the best number three you probably know that whales are animals in the world في مقارنة بين ايه واحد ومجموعة برضو صغة تفضيل عليا يبقى نختار من the biggest عشان قدامها the وبعدها est number four did you know that whales are the animals in the world اختر ايه؟ في ناس هتقول احنا محترين بين number b وبين number d دي هنا ما تنفعش هو ينفع حطه قدام الصفة most وضيف للصفة كمان est ما ينفعش يبقى الاختيار الصح هيبقى number b nicest number five did you know that fastest animal in the world is a bird الصفة fastest مضاف لها est يبقى احنا محتاجين بس ايه؟ the يبقى نختار number a السؤال الاخير she bought cake in the shop في ناس هتختار biggest غلط ليه؟ لان biggest مش قدامها the اذا ما تنفعناش وفي ناس هتختار رقم c اللي هي the most big غلط برضو ليه؟ لان big صفة قصيرة ما ينفعش نحطه قدامها the most اذا الاختيار الصح هيبقى رقم b the biggest اخر حاجة معنا النهاردة وهي ازاي نسأل عن المقارنة السؤال عن المقارنة بيكون باستخدام ادات الاستفهام which which معناها ايهما تستخدم للتخيير تمام طيب احنا هنا هنسأل which بطريقتين الطريقة الاولى هقول which is وبعد كده احط الصفة القصيرة مضافة لها er وبعدين الحاكتين اللي انا بسأل عليهم وبينهم ايه or معنى او مثل which is easier ايهما اسهل الحاكتين اللي انا اختار بينهم english or science الانجليزي ولا العلوم لكن لو الصفة كانت طويلة فحقول which is احط قبل الصفة ya more ya less والصفة which is more او less وبعدين الصفة بعد كده الحاكتين اللي انا بخير بينهم مثال which is more difficult difficult ديه صفة طويلة فحطت عبلها more which is more difficult english or science الانجليزي ام العلوم وبكده نكون خلصنا شرح قواعد الوحدة التامنة انتظرونا ان شاء الله برا حنشرح لكم قواعد الوحدة التاسعة كلها واتمنى منكم انتم تشيروا الفيديو شاركوا الفيديو ده مع كل اصحابكم عشان الكل يستفاد اتمنى تكون استفدتم من الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة